لم تذهب مفاوضات القبرسة الأطراك واليونانيين بعيداً في محدثاتهما غير الرسمية التي ترعاها الأمم المتحدة هذه الجولة من المفاوضات عقدت على أمل الخروج بحل بعدما باءت بالفشل كل المحاولات السابقة لأعادة توحيد الجزيرة المقسمة منذ عام 1974 نرحب باقتراحات مختلف الأطراف والأمين العام يحث الجميع على استخدام اللغة الدبلوماسية بشكل صريح وواضح ومن المهم أن نؤكد مجدداً أن هذه المحادثات هي غير رسمية وخلال المفاوضات اقترح القبرسة الأطراك حل للنزاع يقوم على أساس إقامة دولتين في جزيرة قبرس وهو الترح الذي رفضه القبرسة اليونانيون ويتضمن مقترح القبرسة الأطراك استصدار قرار من مجلس الأمن يكفل المساواة للطرفين وإجراء استفتاء متزمن في شطرية الجزيرة وهو المقترح الذي وصفه رئيس حكومة قبرسة اليونانية بأنه يمثل خيبة أمل كبيرة وانقسمت الجزيرة عام 1974 إلى شطرين أحدهما للقبرسة اليونانيين في الجنوب والآخر للقبرسة الأطراك في الشمال والذي لا يعترف به سوى تركيا بينما يشارك وزراء خارجة اليونان وتركيا وبريطانيا كدول ضامنة على أمل تحقيق انفراجة بعد سنوات من الجمود